أعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري اليوم موافقته على رفع جسر الإجريعات لغرض صيانته وتأهيله بناء على طلب قدمته مديرية طرق وجسور بغداد وأضاف الجزائري في بيان أن موافقته جاءت أيضا نتيجة الارتفاع مناسب نهر دجلة بعد إطلاق موجات مائية كبيرة من سمراء باتجاه بغداد نتيجة للأمطار التي هطلت مؤخرا لفتا إلى أن هذه الموجات سترفع مناسب نهر دجلة ثلاثة أمطار حسب إبلاغ وزارة الموارد المائية هذا وحذرت هيئة السياح أصحاب المطاعم والكازينهات والمنتجعات الواقعة على ضفاف نهر دجلة وبقية الأنهار من ارتفاع مناسب المياه مشددة على ضرورة مراعاة الإجراءات الاحترازية وتعليمات الدفاع المدني للحفاظ على سلامة المواطنين من حدوث أي تطورات محتملة ودعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان هذا اليوم المواطنين الساكنين على حافة نهر دجلة إلى توخي الحذر بعد ورود نداءات عاجلة بارتفاع منسوبه إلى أعلى المستويات نتيجة الإطلاقات الكبيرة من سدة إسامراء وطالبت المفوضية في بيان الجهات الحكومية ووزارة الموارد المائية بإطلاق الخطط المناسبة لضمان سلامة المواطنين كذلك الحفاظ على هذا المخزون المائي وتقليل الإهدار منه إلى أقصى حد ممكن ومباشرة ينضم إلينا من بغداد محافظها فلاح الجزائري سيد فلاح أهلا بك معنا إلى هذه الجولة الإخبارية في البدء يعني بعد أن أعلن عن ارتفاع مناسب نهر دجلة نتيجة الإطلاقات المائية من سمرة من سد الثرثار تحذيرات أطلقتموها إلى أهالي بغداد ما هي أبرز الإجراءات التي اتخذتها المحافظة أو محافظة العاصمة للحقول دون وقوع كوارث لا سمح الله نعم شكرا لكم تحية لكم ولمشاهديكم الكرام حقيقة يجب أن نتعاطى مع الموضوع بجدية وواقعية ما يتعرض أيضا كميات الإطلاقات المائية الموجودة سواء من سد حمرين ودرب اندي خان وأيضا سد سامراء هذه الأمور مهمة أنه يجب أن نحرص على إدارة هذه الملف بشكل منتظم مع الأخوة في وزارة الموارد المائية وهناك غرفة عمليات برئاسة السيد رئيس الوزراء تم عقدها منذ أيام مع المحافظات التي ممكن أن تتضرر من كميات المياه الواردة إلى نهر دجلة وأيضا نهر ديالة ومنها محافظات صلاح الدين والموصل وواسط وميسان والبصرة وبغداد الحقيقة تم إجراءة من محافظة بغداد أن هناك لجان مشتركة وهناك تنسيق وهناك تنسيق توزيع للآليات وهناك تحذيرات وتعهدات أخذت على الكثير من المتجاوزين أو من المتواجدين قرب النهر ورفع الكثير من هذه الكميات المتجاوزين وأعدادهم والآليات المتوفرة بعيدا عن حوض النهر وأيضا رفع كل ما يمكن أن يعرقل أو يسبب أذى إضافة إلى الجسور العائمة والجسور التي لها ممكن أن تتأثر بارتفاع مناسب الماء اليوم أيضا كانت لنا زيارة قبل أن نأتي إلى قناتكم الكريمة في منطقة المعامل باتجاه نهر ديالة وأيضا هناك جهد لإحتمال إنهيار جزء من السدة القريبة من النهار كان تواجد لنا هناك مع جهد الأمانة وجهد محافظة بغداد ولكن هل هو الحال لإخلاء فقط إخلاء المواطنين المتجاوزين أو الكافهات أو الكازينوهات المتواجدة على جينبي هذا النهار هل يعقل أنه لا توجد غير هذه الحلول هذه إجراءات إحتياطية ولكن الإجراءات الأساسية التي يجب على العاصمة اتخاذها من مثلا رفع جوانب النهار لحماية عدم تجاوزه على الشوارع في حال إذا ارتفع منسوب المياه لأنه هذا يعبد برزق أيضا للمواطنين لا أعرف ما إذا كنتم ستعوضوهم خاصة أصحاب الكازينوهات والمحلات نعم نعم شكرا جزيلا أعتقد هو هذا الطرح واقعي نحن لم نتأخر عن قضية المعالجات ولكن كما تعرفون أن كمية الأمطار في هذا العام كمية كبيرة جدا وهي أيضا كما تعرفون هي تدخل بيئي ليس لنا طرف بيئي هذه السنوات السابقة كان هناك جفاف وانحسار في كميات المياه وهناك دول سدود الحفاظ على المياه ولكن في هذا العام لله الحمد أيضا كميات أمطار كبيرة ولكن هل من الممكن أن نبعث رسالة سلبية عندما لا نريد أن نحافظ على أرواح المواطنين أم نحافظ على الأماكن السياحية أو المتجاوزين على حوض النهر أو شواطئ النهر لا يمكن أن نتعاطى بهذه الجزء أما حياة الإنسان أو اقتصاديات اقتصادياته يمكن أن تعوض والدولة أيضا أعلنت أنها ستعوض الكثير المتضررين من المزارعين من أصحاب الدور وإن كان هناك تقرب كبير بل أن بعض المشارع هي في مجرى النهر أساسا وهذا غير صحيح اليوم كمية المياه المرتفعة تسبب الكثير لدينا جسر تم إنهاء بشكل كامل وهو جسر الإنبوبي على نهر ديالة إضافة لأن هناك تعرض لحياة الناس وأيضا مخاطر على حياتهم بالتالي يجب أن نؤسس لشيء هل أول من أن نحافظ على حياة المواطنين ثم نبحث عن التعويض المتضررين أبرز المناطق سيد فلاح عدرا على المقاطعة التي من الممكن أن تتعرض إلى مخاطر الفيضان أبرز المناطق التي من المتوقع تضررها يعني في بغداد تعرفون أنه معظم بغداد هي منخفض ولكن من المحتمل يعني رغم أنه ليس هناك مخاطر لأنه كمية الوارد الماء لا تصل إلى مرحلة الخطر ولكن إذا افترضنا أنه هناك مخاطر على بغداد من كمية الإطلاقات هي المناطق المحيطة بنهر ديالة بعضها في منطقة جسر ديالة وأيضا مناطق الكرامة والسعادة في منطقة المعامل وأيضا الطارمية والعبايتي في شمال بغداد من المحتمل تتأثر القرى القريبة إذا كانت ازدادت إذا ازدادت كميات الماء عن 2500 متر مكعب الثاني أما في الوضع الطبيعي فليس هناك خطر ولكن علينا أن نأخذ الإجراءات الاحترازية وهو أن نزيل المتجاوزين أو ندفع بهم خلف الخطر ثم نأتي لنؤسس أو نعوض هذه الأماكن الخطر أنا أعتقد قبل أن نأتي لجنابكم وقبل أن نذهب للمعامل كانت تصال مع السيد معالي وزير الموارد المائية وقال الوضع جيد ومسيطر عليه لأن هناك ذهاب أكثر من منخفض الثرثار يتحمل أكثر من 10 ألاف متر وبالتالي ممكن مسيطر على هذا الموضع بغداد في سيف تايم لا يمكن أن نكون هناك مخاطر على بغداد وهذه تطمينات للمواطنين هذه أخبار جيدة نأمل فعلا أنه لا توجد هذه المخاطر أو تزول بمرور الساعة المقبلة مع انخفاض المناسب نأمل ذلك ولكن سيد فلاح أعلنتم هذا اليوم عن رفع جسر الإقريعات لإعادة تأهيله يترى متى سيعود هذا الجسر إلى الخدمة نعم هو كان من المفترض أنه قبل الزيارة ولكن قرأنا الوضع الفني أنه يتحمل لأنه مناسب المياه كانت طبيعية قبل زيارة الإمام الكاظم واليوم بعد هذا كمية الإطلاقات وعمره الإفتراضي يحتاج إلى عادة تأهيل وصيانة واهتمام وما يتعاطى بهذا التناسب الطردي من المفترض كلما زاد الماء يحتاج إلى زيادة في الاهتمام والجوانب الفنية والصيانة لدينا أيضا رأي كبير مع الأخوة في وزارة الموارد المائية ننشئ مجسر عالي في هذه المنطقة إضافة لها جسر هو أصلا مصمم سابقا هذا الوقت لن يطول في قضية الإدامة لأنه نراقب الإطلاقات المائية بقدر ما نراقب أيضا الجانب الفني لهذا الجسر بإذن الله لن يطول ولكن علينا أن نحرص على إدامته فنيا للحفاظ على أرواح المواطنين شكرا على حضورك معنا مباسرة من بغداد محافظها فلاح الجزائري شكرا جزيلا لك